السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابي أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تنسوا الصلاة على الرسول على بركة الله أريد أن أدام معكم هذا الفيديو بخصوص صبغة الشعر باللون الطبيعي اللون البني أو اللون الأكاجو إن شاء الله يارب في هذا الفيديو يفصل الأخوات التي يريدون وصفها طبيعية أخوات لما قدوش يسبغوا الشعر ديالهم بالسبغة العادية ولا السبغة الكيموية ولا كما بغلتوا سميوها إن شاء الله يارب يوصل ليهم هذا الفيديو هذا على بركة الله هنا كما أريدكم أخوتي أريدكم البربا أولا بعد أخوات يقولهم الشمر هنا حكيتها خضرة ماشي طيبة قشرتها وحكيتها في هذه الحركات الرقيقة كما تشوفوا معي كما تشوفوا حكيتها في البلسة الرقيقة مزيان شوفوا اللون ديالاش حال زوين شوفوا البناهات اللون ديالا غزال بالساف أنا ما محتاجة للبربا أنا محتاجة للماء ديالها أو العصير ديالها اللي هو اللي غادي نستعمل إن شاء الله في السبغة هنا يضفت لها 1-4 ديال كاس ديال الماء فقط باش يجينا ذاك سافي كما قلت لكم زيتها ذاك شوية ديال الماء ما بغيش نكتر حيث بغيتوا يجيني ذاك العصير ديال البربا مركز مزيان هو اللي إن شاء الله غادي نستعملو كاسيباغا للشعر فأنتوما أنا عديتكم هنا أنا درتانايا وحدة عديتكم وحدة على حسب الشعر ديالي أنا فأنتوما كتضعفوها بطبيعة الحال على حسب الشعر ديالكم انتوما شوفوا الماء كيفاش كيبان اغزال 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 وفوائدو صحي أصلا هذا صحي مزيان اللي نلصحتنا فبما بالك شعرنا راهزوين جزاف ما عندكم مناش تخافوا منو غاستعملوه إن شاء الله يا ربي غادي عجبكم شوفوا على الويش حال غزال حمر حمر كي حمق كي حمق مهما اللي بناتنا حكيتها كيما قلت لكم في ذاك الحكاك الرقيقة وجبتها فاتش بكادي صفيتها حتى هنستعمل غير العسر ديالها كيما كتشوفوه مركز عاقد فهو اللي إن شاء الله غادي نستعملوه في السباغة ديالنا المهم المكون اللي غادي ندوز له دابا كيما كتشوفوه المهم أنا صفيتها قدرتها فعد الكويت هذا كيما كتشوفو معايا حتى أعطيتني قلما نستهبت بحكم هذا كيف يستعملوه بشعار بعد ذلك في مهم الذي يستعملوه واحد ليخرج معايا الي يوصل معايا überش Wash هكذا بالإضافات قطع التطرفات الصغورين فهو لتطحنه فهو لا يسبغ الشاب لا هو لا يسبغ الشاب بالنسبة للأخوات يسبغ الشعر بالأكاجو فهو لا يستعمل القهوة ولكن فقط يستعملوا غير المادية للباربة اشتوها البنات قدرت واحد الربع كاس ديال الماء وخليتها تغليب زيان حتى اطلقنا ذاك السواك مع القهوة وان ما نخلي علاجن بهنا هي حديث مع القهوة ديال الحنة على حسد طول ديال الشاعة ديالي الحنة فقط بوحديثة مفاتيش حاجة وحد اخرى حنة طبيعية قد نضيف لهذاك القهوة مع التخطي ديالها كما كتشوفوا ومع ذاك الطريفات ديال السواك سوف نحرك وضيفها كلها لا نخلي حاجة احضر رائحة غزاء لا نخرج منها لا نقول لكم اش زوينا بزاف المائمة البنات انتم هاد المكونات اللي اعطيتكم كتبقى على حسب الشعر ديالكم كتضعفوها بكلكم تضعفو المكونات الا الحنة ما تكثروش منها باش ما يعطيكم ش هاداك اللون اللي هو بورتوقالي كون ما كنتم من الحنة فهي غادي تكون اللون بورتوقالي فعمل احسن ما تكثروش منها كما لابنات هنا هنا غادي ناخد معلقة ديال الزيت ديال الكوك نتوما الى كان عندكم دانون بسوس او لما كنتم بغيين ندروا الكوك انا كان نديرو على بدش الحنة كتنشف شعر فالحنة كتخلي الشعر انه يكون ناشف فمن الاحسن انكم تديرو دانون بسوس لما عندكمش الكوك نارو مسوس معلقة كبيرة على حسب طول ديال الشعر ديالكم تبقى على حسب طول شعر تلكم طب هات الحال سوف نحرك هذه المكونات ندامج مع بعضياتها الضروري انها تتحرك مزيان كما كتشوفو على الويج حال غزال كي حمق أما هي من البنات انا كنحرك هاتشي البنات انا درتوه بالليل مهم انا كنقضها بالليل ومن بعد غادي نخليها اعتبات شوفو على الويين البنات شوفو على الويين كيفاش كي يحمق الماء يبقى كنحركها بشوية وكنضيف كنضيف هاتك العاصر ديال البربا او العاصر ديال الشمار بقى كنحركها مزيان خاص ضروري هاتك ضروري ان القحوة والسواك والزدة ديالكوك يندامج مع بعضياتهم مزيان ما تفقى انها حساشي كبيرة ولا اي شيء لا ضروري انها تحرك مزيان ذيك تولي يعني من دامجة مع بعضياتها ما تخليه تشيكورة باش هكك كل شيء يدخل مع بعضياته باش لحنا تشرب اذاك العاصر ديال البربا او تشرب القهوة اللي هي كاتسبغ الشيب والسواك اللي قطات ستريفات صغورين قلت لكم الاخوات السواك انا ما عنديش مراز فكان احسن لو انتم مطحنتوه انه زوين بزاف سبغات الشعر الابيض باش يدبغوا يعني كي خلي اللون دياله غامق كما ايضا بناس انا كي نحركوا مزيان شوفوا على لويين شوفوا على لويين شح غزال كي يحب في مقر من نسبة الاخوات اللي بغوا يسبغوا الشعر ديالهم باللون ديال اكاجو فبلا يديروا القهوة وبلا يديروا السوك فقط اللي بغى يصبغ الشعر ديله باللون الأكاجو فراها غزال بزا اما الأخوات اللي بغوا يصبغوا الشعر ديلهم باللون القهوي او لان شوكولات فيدلوا القهوة راه زمينة بزا بسيبغات الشي وفنو فيصل الوقت كتت تعطينا ذاك اللون الغامق شوكولات او لان اللون البني وما يمتنجتش كله مع بضياته كيعطينا واحد اللي ينزوي اللون ديال شوكولات كما كتشوفو غزال بزاف كي يحمق المهماني كندرب بزربة باش داك شي يدخل مع بضياته ضروري هاد العملية ضروري انها تتحرك مزيان شوفو على الوين خلاف سبع ديالي ضروري انكم تحركوها مزيان باش كل شي يدخل في بعضياته ما يبقى نتاشي كويرة ديال القهوة مزولة كورة ديال الحنة مزولة لحركوها مزيان والمهم انا غادي نديرها وغادي نخليها تبات الليلة كاملة شعر ديالي لغدة بالنسبة للشعر ديالي انا غصت على الشعر نقي يعني الشعر ضروري يكون نظيف يكون مغصول مزيان ميكونش فيه تشيزى يتلادرتي على الشعر ديالك منسخ اول قلق شعرك دهناء بالزيت فرا ما غادي اشتعتك النتجة اللي بغايتي مل احسن ان الشعر ديالك يكون مغصول مزيان ومناشف برابط الحال ولما يكون فيه تلازل للأوالو وطلي هاد خلطة هاد دياله لشعر ديالك وتخليها واحد على الأقل 1-7 تسوية 3-8 تسوية لكم عارفة الوصفة الطبيعية كي ياخدوا الوقت المهم كي ياخدوا الوقت وفي نفس الوقت كي اعطينا واحد نتيجة اللي زوينا مكونات بسيطة جدا وليني ره نتيجة غزالة بزاف وخصوصا أخوات اللي كي بغوش شاي بديلهم أولا تبغو سباغة طبيعية وصفة غزالة بزاف المهم البنات أنا بعد ما كملت بالتحرك غادي نغطيها بعد البلاستيك هذا كما كتشوفوا بلاستيك غذائي غادي نغطيها متين ونخليها ليلة كاملة ليلة كاملة يعني أنا بعدي هنا يا الليل غادي نخليها حتى الصباح إن شاء الله ما يبنبنت هذا هو الصباح ما عارش أنتم ما غادي تلاحظوا ولا لا هذا الصباح خليتها الليل كامل شوفوا على الوين ندامجها مع بعدياتها تلقى الحنة ضروري أنها تخمر باش تندمج مع ذاك اللون اللي احنا ضفنا لها ضروري أنها تخمر شوفوا على الوين نجحل زمين غزال كي يحمق كي يحمق إن شاء الله يا ربي هاد الفيديو هذا يوصل الأخوات اللي كيتلبوا وصفة طبيعية لصباغة الشعب والأخوات اللي جربوها ونجحة لهم يخليوا هالي يلتحت في لكم إن شاء الله يا ربي تنجح لكم وتصدق لكم وتعطيكم النتيجة لكي ترضيكم وبالنسبة لهذا الوصفة هذه من الأحسن أنكم تستعملوها مرة في الأسبوع ومن اللي تغسلوها سمحوا لي نسيت ما قلت لكم من اللي تضيروها على الشعر ديالكم وتخليوا واحد لمدة سبعة تسوية ثلاث ثمانية تغسلوا الشعر ديالكم بالماء فقط يعني تغسلوا بالماء فقط ما تغسلوا بشامبوان خليوا واحد المدة تلت 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 ايام حيش يكن ما قبلت كلما ما تغسلوا الشعر ديالكم بشامبوان المواد الكيموية فكن ما تزيد تلقف الشعر ديالنا خليوا واحد المدة تلت 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 تلم وبالغلب غسلوا الشعر ديالكم بشامبوان وأحسن أحسن شيء أنكم تستعملوها مرة في الأسبوع لكي ت Showman بش أن يكون لون أحسن و تزيد تغمق لكم. او لا تزيد تعطيكم اللون اللي انتو ما بغين. المهم البنات انا كان طلعيا هنا في الدية. غادي يمشي نطلعيا في الشعر دياري. اه شوفوا كيفاش دير اللون. غزال كي حمق كي حمق. ان شاء الله ياربي هذا الفيديو اده يوصل الاخوات اللي طالبين هذه الوصفات. ولا عجبكم الفيديو. درو لايك الفيديو. باش هكا يوصل العديد ديال البنات اللي كيبغوا وصفات طبيعية. الاخوات اللي ما كيقدوش. انه مصبغ بسباغة طبيعية. سباغة كيموية. فانتمنى ياربي يوصل ليهم. اه خليكم خليكم في رعاية الله. والى فيديو قادم ان شاء الله في رعاية الله.